بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكان فيه ارتفاع جيد في اسعار الدهب لكن النصف الثاني من العام كان فيه حالة من التذبذب والتراجع علشان كده بقى اجمالي عام 2021 سعر الدهب خسر حوالي 60 دولار لما بدأ عند 1860 دولار ووصل بنهاية العام ل 1800 دولار فبنتكلم في خسارة على مستوى العام كله بحوالي 60 دولار للانصة الوحدة طيب تعالوا بقى بعد كده نروح للسؤال الثاني ايه توقعات اسعار الدهب لعام 2022 بصراحة الوقت القادم للدهب محير جدا جدا لان الدهب بين حدثين او خبرين متنجدين تماما الحدث الاول او الاحداث الاولى هي المتحور اميكرون العالمي الى جانب طبعا ازمة التضخم العالمية الازمتين دول فصالح سعر الدهب لان مع ارتفاع التضخم او مع حالة التضهور الصحية او مع حالة توسع وتفشي الفيروس وتراجع حجم الانتاج العالمي بيكون الدهب في المرتبة الاولى كملاذ امن للمستثمرين زي ما شفنا طبعا خلال السنة اللي قبل اللي فاتت تحديدا خلال عام 2020 ففي وقت الازمات ومنها ازمة التضخم العالمية كل كبار المستثمرين بيروحوا يحطوا جزء كبير من اموالهم في الدهب وباقي السلع كملاز امن في وقات الازمات ووقات التضخم العالمية لكن بقى على النحية التانية الخبر او القرار اللي جميع اسواء المال العالمية منتظرا من فترة طويلة جدا هو القرار الفيدرالي الامريكي بتحريك اسعار الفيدة وطبعا لو حصل تحريك في اسعار الفيدة وقتها بيحصل العكس تماما الدهب بيتأثر بشكل سلبي جدا لان في وقتها عدد كبير من المستثمرين بيسيولوا اموالهم في السلع بشكل عام والدهب طبعا بشكل خاص بيروح يحط اموالهم دي في الدولار وتحديدا في سندات الخزانة الامريكية اللي هتوفر لهم عائد دوري على عكس الدهب اللي مش بيوفر اي عائد دوري في البداية كده انا بتوقع وده بشكل شخصي ان عام 2022 هيكون عام تزبزب كبير جدا في اسعار الدهب وخاصة النصف الاول من العام بمعنى ان احنا ممكن نلاقي النهاردة خبر يكون ليه تأثير سلبي جدا على الدهب ويدفعه لهبوط عنيف شوية نلاقي بعدها فترة على العكس خبر ايجابي يدفع الدهب لصعود وصعود قوي جدا والمقصود بالتزبزب الكبير مش الارتفاع او الصعود الطبيعي لأي سلعة لكن بيكون ارتفاع قوي او هبوط حد وده المقصود به التزبزب الكبير ما بين اقصى اليمين لأقصى اليسار متوقع بقى خلال اول ثلاث شهور من عام 2022 ان الدهب يلاقي بعض الدعم اللي يساعده على تحقيق مستوى كويس او معقول خلال اول ثلاث شهور من السنة فيريمة بنتكلم في متوسط او تحرك سعر ما بين 1700 دولار و 1900 دولار خلال اول ثلاث شهور والدعم ده هيكون نتيجة لاستمرار ازمة التضخم العالمية بشكل كبير جدا مع الارتفاع الحد في الاسعار وازمة نقص المعروض مع ارتفاع الطلب فبالتالي استمرار الموجة التضخمية اللي بمعنى بسيط جدا هي بتاكل الاموال فبالتالي عدد كبير من المستثمرين هيحافظوا على اموالهم دي في صورة استثمرات في الدهب فيكون الدهب يلاقي بعض الدعم خلال الفترة دي الاجانب بقى تاني داعم للدهب برضو خلال الاول ربع من العام القادم هو تفشي فيروس كورونا وتحديدا احنا هنا بنتكلم على متحور اوميكرون اللي بدأنا نشوف منه تأثيرات سلبية جدا على عدد كبير من الدول زي مثلا فرنسا اللي سجلت حجم اصابة وصل لمئة الف اصابة يوميا ويمكن دا اعلى معندل تم تسجيله في فرنسا من بداية انتشار فيروس كورونا كمان رجعت بعض الدول مرة تانية تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المناطق العامة مرة تانية فاجواء مشابه لللي حصل في عام 2020 وهولندا كمان فرضت اغلاق تاني فبالتالي الضبابية المرتبطة بمتحور اوميكرون لحد دلوقتي لها تأثير سلبي على الاوضاع الاقتصادية العالمية فبالتالي كل دا بيقدر يستفيد من الدهب خاصة خلال اول فترة من العام القادر لكن برضو لازم نوضح نقطة مهمة جدا ان اللي بيحصل دلوقتي من نتيجة لتدهور الاوضاع الصحية او انتشار اوميكرون مختلف تماما عن اللي حصل خلال عام 2020 لان خلال عام 2020 مع التطورات اللي حصلت عالميا ومع انتشار فيروس كورونا كان الموضوع فيه صدمة دي اول مرة يحصل الوضع ده في العالم والوباء ده في العالم فكانت الصدمة دي انعكست على كرارات المستثمرين اللي كانت بشكل كبير كرارات صادبة ومفاجئة دفعت اسعار جميع السلع للهبوط الحد لكن الوضع حاليا خلال عام 2022 فبالتالي بعد مرور فترة طويلة بقى فيه استعاب للازمة الصحية العالمية فبالتالي اي خبر مرتبط حتى بمتحور فيروس كورونا اوميكرون ما بقاش يحصل نفس التأثير السلبي اللي كان في بداية الازمة نتيجة الاستعاب المستثمرين لطبيعة الاوضاع الصحية والاقتصادية العالمية علشان كده متوقع ان تحرك سعر الدهب يسير بشكل عرضي يعني صعود طفيف او هبوط طفيف خلال اول ثلاث شهور من عام 2022 بداية بقى من الربع الثاني من عام 2022 تحديدا كده من شهر ابريل القدم بازن الله وما بعده متوقع يكون الوضع مختلف شوية مع الدهب تكون الانعكسات للاحداث والاخبار العالمية سلبية شوية بالنسبة للدهب اضافة طبعا لحركة التزبزب في الاسعار اللي شرحناه في بداية الحلقة واهم سبب هيدفع سعر الدهب للتراجع بشكل كبير خلال الربع الثاني من عام 2022 هو بقرار الفيدرالي الامريكي بتحريك اسعار الفايدة خلال عام 2022 متوقع يكون فيه تحريك الفايدة الامريكية ثلاث مرات خلال عام 2022 الى جانب تقليص برنامج شراء الاصول اللي كان بيعتمدوا الفيدرالي الامريكي وكل ده يكون ليه تأثير سلبي على اسعار الدهب ومتوقع ان القرار دي يبدأ تنفيذها مع بداية شهر ابريل القادم ومع بداية اصدار القرار دي هنلاقي انعكاس سلبي جدا على اسعار الدهب وممكن نلاقي الاسعار قسرت الالف وسبعمائة دولار ووصلت الالف وستمائة دولار في وقتها لكن برضو مع القرار الفيدرالي الامريكي حركة تراجع اسعار الدهب فتتحدد نسبتها بشكل حاد ولا متوسط تبقى لنفس النقطتين اللي ذكرناهم قبل كده هو مدى انتشار متحور اومي كورون او حتى لو ظهر اي تطورات جديدة الفيروس كورونا بشكل عام الى جانب طبعا مدى احتواء او تفشي ازمة التضخم العالمي اخيرا بقى بالنسبة للناس اللي بتهتم بمستويات الدعم والمقاومة لأسعار الدهب خلال الفترة القادمة ويمكن بتقدر تستفيد بالمستويات دي بشكل اكبر في التداول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة